السلام عليكم أهلا بكم حلقة جديدة مع أسامة نتناول فيها أهم أخبار النادي الآلي وكرة القدم المصرية ولكن كالعادة بنبدأ بالدعاء لأهلنا في فلسطين الله منصرهم الله من ثبتهم الله من أيدهم يا رب العالمين بالتأكيد سمعتوا عن أخبار تعطل طائرة النادي الآلي وإن شاء الله وإنتوا بتشاهدوا الحلقة دي تكون الطائرة وصلت بإذن الله إلى غانا لأداء مبارات ميديامة وطبعا الأجواء دي بتقول أن الاختيار الأمثل لتوقيت السفر كان مناسب أن أنت شايف أن هناك في غانا فيه مشكلات كتيرة جدا وبعد التنصيق مع السفارة المصرية في غانا تم الاستقرار عن تأجيل السفر من الثلاث إلى الأربعة ولاعب المبارات يوم الجمعة إن شاء الله بإذن الله النادي الآلي يحقق نتيجة إيجابية وطبعا ترند كهربا كان هو المتصدر المشهد عند كل يعني الإخوة الصحفيين واليوتيوبرز وحتى على السوشيال ميديا الأهلوية ما بين مؤيد وما بين معارض وما بين ملتمس العزر في النهاية أنا قلت القصة باختصار شديد جدا ربما يكون كهربا ما قدرش يعمل ده قلت إن احنا كمشجعين حتى مش كلاعبين بنبدأ نحدد يعني مناسباتنا على مبارات النادي الآلي والجدول كان ظاهر وكان واضح كهربا طلب منه إنه ربما يأجل المباراة يأجل الفرح يوم يقدم الفرح يوم ويبقى الثلاث أو يأخره شوية فورج جدا إنه هو مقدرش يعمل ده وكلر خلص وصل به لمرحلة إنه هو تم الاستبعاد بشكل فني أو تم الاستبعاد للأسباب المتعلقة دي أنت هنا رايح تحمل مسؤولية بقى الكولر رايح تحمل مسؤولية المجلس الدارة رايح تحمل مسؤولية للعب أعتقد النادي الآلي فيه سيستم بالتأكيد لو أنت الآن من قصة الإنفلات التي يحدث لا أكيد النادي الآلي فيه سيستم وخاصة إن كهرباء قال أنا ما قدرش يعني أسيب أخت فيهم زي ده وده بالتأكيد موقف إنساني جدا ومتقبل أي عقوبات وبالتالي خلص نعدي الموقف نعدي القصة في النهاية في النادي الآلي فيه سيستم وفي النهاية هناك مدير كرة وفي النهاية مدير فني المدير الفني ده وارد يعمل إيه وارد في المستقبل إنه هو يتخطى هذه القصة ويبدأ عادي جدا ويكون كهرباء زي وزي أي لها متواجد في الفريق أو وارد إنه هو يكون له قرار مع كعربة إنه ما كانش يبركز في الفترة إلا قبل مديامة أيا كان الموقف في النهاية يهمنا في المقام الأول تحقيق النادي الآلي لنتيجة أجابية نتقبل أي قرارات سواء بالصفحة عن اللاعب أو معاقبة اللاعب سواء اللاعب حل الأمر مع المدير الفني مع المدير الكرة مع مجلة تدارة النادي آلي مع المرشف على الكرة أيا كان الصيغة إحنا وراء النادي الآلي عشان أنا أعرف إن ده عليه نزاع كبير جدا لا نفضل بقى نقول في كواليس سنة وكواليس سنة أتمنى إن الأمر ده ينتهي تماما ونترك الأمر للمدير الفني في النادي الآلي هو اللي هيقدر يقيم الموقف وهو اللي هيقدر يشوف إيه اللي ممكن يتابعه مع اللاعب سواء بعودة اللاعب للمباريات يعني بدءا مباريات البلدية أو بإنه يبدأ يعتمد على وسام أبو علي أو مودست ده اللي إحنا هنشوفه الفترة المقبلة وعلينا أن نتقبل أي قرار طب رجع كهربا خلاص الأمر انتهى والموضوع خلص والمدير الفني متقبل الفكرة وقدر الظرف اللي فيه كهربا وعدت القصة فمش عايزين نروح لنوع من أنواع إلقاء الاتهمات هنا أو إلقاء الاتهمات هنا لأن ده مش مصلحة النادي الآلي من وجهة نظر لكن رأيي أنا أقولك كان المفترض يكون فيه خطوة استباقية من كهربا بتغيير موعد الفرح نروح لقصة أخرى وهي متعلقة باتحاية كرة القدم المصري والخناءة المرتقبة والتهديد وكل واحد بيرمي كروتو في قصة ميدو واتحاد القرى قبل كده ميدو تجاوز في حق حج عامر حسين عضو اتحاية كرة القدم المصري وفيه قرار طلع بتحويله للانضباط وايضا ميدو تجاوز في حق الأستاذ جمال علام والأستاذ جمال علام بيدرس التعامل مع ميدو ازاي طب ما احنا لما حولناه للاجنة الانضباط اللي حصل لم نصل إلى شيء طب ممكن أننا نشكوه للمجلس الأعلى للإعلام بصفته أنه هو إعلامي ونكلم الأستاذ كرم جبر اللي يمكن يوصل لحل أو حاجة من هذا القبيل أعتقد الأستاذ جمال علام موصل لمرحلة أن مش هتجيب نتيجة مع ميدو فبدأ يرمي بكروت أن أنا هشكو ميدو فأم ميلو طلع بالكارت بتاعه هو كمان وكلف المستشار محمد رشوان بأنه يشكل الاتحاد ومدخل الاتحاد في قصة كبيرة جدا منها إهضار ملعام وأربعين مدير فني أو مدرب خدوا دورة تدريبية مع الكاف ولكنهم حضروا لم يحصلوا على الاجتياز بتاع القصة دي وطبعا في ناس طلعت استعرضة قصة إن لأ ده فيه مدربين اللي حضروا خدوا الاجتيازوا الاقتبارات فالقصة في النهاية هي مجرد جيم بيتلعب ما بين أحمد حسان ميدو مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لا تستبعد على الإطلاق كابتن حازم إمام من الصورة لأن أعتقد ميدو بيلعب على فكرة شيله الضغط من على حازم إمام ونروح بالضغط على عامل حسين وجمال علام عشان طبعا العلاقة اللي بين ميدو وبين اتحاق كرة القدم المصري وده ليس معناه إن لو اتحاق كرة القدم المصري مخطئ وعنده مشكلة في تطبيق لوائح أو في أمور مادية إن ميدو مايرفع الشكوى ويقدر يجيب الحق ده بالمحكمة لأن في النهاية إحنا يهمنا الصالح العام لا مع طرف ضد طرف ولكن بنحاول نوضح الصورة طبعا بميناك كلمنا عن اتحاق كرة القدم ظهر كده بلونة اختبار وبلونة اختبار خرجت من صحفيين منتمين لنادي الزمالك وقال لك إيه طبعا نتمنس الشفاء العاجل لكابتن محمد عبد الشافي وأيضا محمود حمدي الوينش ويرجعوا بالسلامة إن شاء الله فطلع بلونة اختبار كده من صحفيين زمالكوية إن الزمالك بصدد دراسة إنه يرفع اسم أي لعب من الاتنين لنهاية الموسم ويبدأ يتعاقد مع ظهير أيصر لعب حر لأن اللعب الحر ممكن أنت تسجله في أي وقت ومش مرتبط بالفترات القيد لأن اتحاد كرة القدم الدولي دايما بيروح لمصلحة إن اللعب يلعب بس الكلام ده في حالة إيه إن القايمة عندك يكون فيها مكان فاضي مش إنك تخلي مكان وتجيب مكانه لاعب آخر دي ممكن تمشي في اتحاد الكرة آه مش بالتجاوز وتعاملت مع اللاعب أحمد سمير فرج لما رفعوا اسم كابتن أحمد حسن من قيمة الزمالك وسجلوا اللاعب في شهر مارس وده من وجهة نظري كان أمر مخالف بس هما اعتمدوا على إن أحمد حسن رايح لمنتخب مصر فبيقدي مهمة قومية فهم عاوزين يعيدوا القصة مرة أخرى وليما لا وما يكونش ليه فيه مجملات ولكن الأمر أصبح صعب والأمر فيه لوائح وده هياخدنا لنقطة مهمة جدا قبل ما نروح لنقطة أحمد مجاهد اللي كان مهندس صفقات كتير داخل التحاد المصري لكرة القدم وهي نقطة الرؤية الرؤية في التعاقد مع الصفقات مش عايز أقولك ده زنب حتم سكر ولا أفقرك بالشكل ده لأن وارد جدا يكون فيه رؤية مختلفة لكن أنا مش هروح لزنب أو غير زنب لأن فينها أنت ممكن تستغنى عن لعب وشايف من وجهة نظرك أن اللعب ده لا يصلح حاليا أو مش مناسب ليك فبتقدر تستغنى عنه فتخيل أنت استغنيت عن عبدالله الجمعة ما كانش عبدالله الجمعة رجله في الملعب فترة طويلة جدا فممكن أتفاهم ده لكن حتم سكر لعب عندك 14 سنة من قطاع الناشئين كان المفترض تدي له فترة أن أنت تصبر عليه خاصة وانت عارف أن أنت مرجع محمد عبدالشافي من الاعتزال وكان عندك علامات استفهام حولين أصلا تجديد فتوح من عدمه وعارف أن فتوح لعب منتخب على الأقل يكون له بديل فكرت في إبراهيم نضاي إبراهيم نضاي كنت هتوظفه باكلب فسبحان الله إبراهيم نضاي يجيله التماثب في العضلة اتضم بنتمناله طبعا العودة بالسلامة إن شاء الله ولكن تخيل كده حتم سكر يتم الاستغناء عنه قبل 48 ساعة يطلع يقول الزمالك أنا زمالكاوي ولكن الزمالك الموقف اللي تعمل معايا ما كانش موقف سليم إنهم يسيبوني في الفترة دي وما كانش هيلقي نادي راح طبعا نادي الإسماعيلي على المقابل أيضا عبدالله جمعة لما يطلع صالح جمعة يتكلم ويقولك الناس بتقول إن تم إنهاء التعاقل بالطراضي عبدالله جمعة لسه معاشي كات بتوقيع كابتن حسين لبيب ومش عارفين ناخد فلوسنا وعشان عارفين آخرنا إيه ممكن نلجأ لمحامي أنس بن ميم وممكن نشكه نادي الزمالك كل الأمور دي الإعلام يغض الطرف عنها ولكن أنا يعنيني في المقام الأول هي سلامة اللاعبين وفي المقام الثاني إن ما يتم مش تمييز نادي عن نادي فيه لوائح بتطبق ولابد من إننا نطبق اللوايح على الجميع لأنه ده هو اللي بيبدأ نتعصم لما ترسي مبادئ العدالة على عكس اللي كان بيعمله طبعا كابتن أحمد مجاد اللي طلع في اللقاء مع كابتن أحمد شبير مع نقطة ألها بشكل واضح جدا وهي نقطة إنه هو عمره مجامل حد لا يا كابتن أحمد ده أنت بنفسك لما كنت ضيف كابتن مجد عبدالغني ومداخل المرتدى منصور الرئيس المعزول بحكم حكمة القضايا الإداري قلت أنا أكتر واحد خدمت نادي الزمالك إزاي يا كابتن أحمد قلت أنا كان عند نادي الزمالك مشكلة وكان عنده إيقاف قيد وكان عنده مبالغ مالية مستحقة لدى الاتحاد فجبت عمر جمال لعب الإسماعيلي وأيته في نادي الزمالك عمانتوا جبتوا عمر جمال أيته في نادي الزمالك عشان النادي الزمالك كان محتاجه في القايمة الأفريقية ده اعترافك أنت باش منصح فما تجيش تفكر أن احنا عندنا زاكرة السمك اوعى وانت بتكلم في نقط وتفكر أن آه خلاص بقى ده احنا نسيين مش فاكرين مش عارفين تفكر أن احنا عندنا زاكرة السمك لا احنا عندنا زاكرة السمك ده أنت بنفسك اللي اعترفت واعترفت عشان توقف سيل التجاوزات اللي حصلت في المداخلة من رئيس نادي الزمالك المعزول المرتضى منصور ضدك قلت له ده أنا بدل ما ترد على التجاوزات دي قلت له ده أنا أكتر واحد اتخدمت نادي الزمالك فعايز تفهمني دلوقتي لما يهيك كابتان احمد شو بير يسألك ان انت كنت بتخدم وبتدي مجاملات وبتعمل مجاملات قلت له عمري ما عملته مجاملات وانت عارفني مواكبت شو بير مش هجلطك على هوا اكيد يعني اكيد مش هقولك لأنا عارف ان انت بتعمل مجاملات اكيد مش هيقول ده لكن في النهاية انت اللي قلت ده لما طلعت وقلت انا اكتر واحد خدمت نادي الزمالك فجماعة ما تعتمدوش على ذاكرة السمك عند الناس لان المضارة مستفز الحقيقة جدا والناس طيبة والناس بتنسى وبتالي بتسمع وبتصدق وان كان جماهير النادي قالي مستحيل تصدق المهندس احمد مجاد بطل معركة ليس كل ما يعرف يقال بالنسبة بطل معركة ليس كل ما يعرف يقال يعني الصحف المغربية وانتوا عارفين الصحف المغربية يعني متطلعة بشكل كبير جدا على الاتحاد الافريقي ومداخل الاتحاد الافريقي وبعد الاعلاميين المصريين بيخدم المواقع المغربية على اساس انها انفراد لك الحقيقة الانفرادات دي بتنسب دايما للصحف والصحفيين المغربة لتوغلهم داخل الاتحاد الافريقي اتكلموا عن فكرة تنصيق تم ما بين الفيفا وما بين الاتحاد المغربي لكرة القدم اللي هو الجامعة الملكية المغربية اسمها عندهم اعتقد كده يعني. وما بين الكاف على فكرة تنظيم مباريات مونديال الاندية قبل امم افريقي يعني الفيفا هينظم مونديال الاندية في يونيو والامم الافريقية هتنظم في يوليو عشان ما يحصلش تداخل عشان ما نروحش ليس كل ما يعرف يقاله في النهاية بيروح الناد الاندية نقص 15 لعب واعتقد الكاف من مصلحته ان هو يعمل ده لان انت هيشارك عندك اربع فرق من افريقيا فما ينفعش يظهره بصورة سلبية وما ينفعش ان انت تاخد اقوى اللاعبين من الاربع فرق اللي راحين يمثله القرى في اول بطولة بالشكل الجديد ودي نقطة مهمة جدا طيب بما اننا تكلمنا عن مرتضى منصور وتكلمنا عن رئيس معزول هو عمل فيديو بالامس ردا على زيارة الكابتن محمود الخطيب وتلبية دعوة مجلس دارة نادي الزمالك طلع عمل فيديو وجاب لعب نتمنله الشفاء بالتأكيد واللعب ده كان فيه فيديوهات يعني بيتناول فيها مرتضى منصور بالتجاوز وهو الحقيقة قال لك انا لما شفت الفيديوهات ما عنديش ادنى مشكلة انا عايز بس وسر رسالة لحسين لبيب ان الزمالكاوي بيعمل خير بص انا بالنسبة لي القصة دي يعني ما بحبهاش ومعرفش عاملها وما قدرش يصف النية فيها انت عايز تعمل خير مع واحد خلاص مش لازم تجيبه وتصوره هو واخوه ومراته وعياله وتبقى المنزر بالشكل ده لكن خلاص ربنا يجعله في مزان حسناتك ان كانت نيتك صادقة لكن انا مش مع السكة دي خلاص وما بحبهاش خاصة ازا كانت بتضرب بيها فكرة شوفه انا بعمل ايه وهو بيعمل ايه كعادة التفكير عند مرتضى منصور وطبعا هو بيعمل ايه ده على حسين لبيب اللي بيقول لك انت فرشت السجاد احمر للخطيب الخطيب اللي عمل كذا اللي عمل كبري امام عشور اللي عمل كبري امام عشور كان في ايديك وامام عشور جبته وكنت انت واقف وجبته فيديو يا امام انت زمالكاوي وقام امام معي وقلع النظارة وانت انت موافق على الاحتراف فلو اتعمل فيك كبري اساسا فانت المسؤول ده لا اعتبرنا ده كبري انت انت اللي انه مناحت الفرصة اللي اهلي يعمل ده فمنجيش تلوم لنفسك ان انت عاوز تشيل او معترض على شيل اللافتة نادي القرن ما ده انت معتدي على حق من حق النادي الاهل وكان ما ينفعش النادي الاهل يروح يزور نادي الزمالك وانا قلت الكلام ده وفيه لافتة نادي القرن على البوابة رقصية انت ازاي بتطعن في يعني احقيتي باللقب وفي بطولاتي وتقول لي بالبطولات مش بالمحسوبية والمجاملات وعايزنا ندخل من باب النادي مهزاي اه طبعا لازم يتفير السجادة حمر وعجبني جدا ان انت شايف ان ده كتير جدا بس الحقيقة ما كانش يحصل لفهادك على الاطلاق وانت عارف ليه ما كانش يحصل لفهادك على الاطلاق برغم انت حاولت ان انت تعقد مع صلح مع الكابتن محمول خطيب ولكن الكابتن محمول خطيب رفض بكل معاني الكلمة ورفض التهاون في حقه على الاطلاق فلما جاه رئيس مجلس ادارة مختلف وفيه مساحة للروح الرياضية والارض المشتركة وفيه دعوة تم تقدمها للنادي الاهلي فلب النادي الاهلي الدعوة اعتقد الامر هيكون في صراع جديد واضح ان مرتارة مصور رجع لفيديوهاته تاني رجع للخروج تاني في الديجيتال ميديا وهو هدد عسين لبيب بشكل واضح جدا وقال له انت ومجلسك هتدفعه التمن وحلف طبعا برحمة والدته ان هو هيدفعهم التمن لان شطبوه هنشوف بقى المرحلة المقبلة هتصفر عن ايه لكن يهمنا في المقام الاول مباراة الاهلي مع ميدياما ويهمني كمان رسالة الجمهير النادي الاهلي خلوا المدير الفني بما ان البعض بيحملوا المسئولية خلوه يتحمل ايضا مسئولية القرارات القادمة في النهاية في النادي الاهلي اللاعب لاعب المدير الفني مدير فني مدير الكرة مدير الكرة في النهاية نتمنى ان يكون هناك التزام يكون هناك تأدير للموقف اما بالمعجبة اما بالاستثناء القصة في النادي الاهلي اعتقد بيحكمها ضوابط وانا بسط جدا في ضوابط النادي الاهلي دون اختيال معنوي لأي طرف في الاطراف سواء كعربة او مارسيل كولر او كابتن خالد بيبو بالتأكيد جمهير النادي الاهلي بيكون حريصة على شكل النادي الاهلي وبالتأكيد جمهير منافسة واعلام منافس ممكن يستغل ده ولكن في النهاية احنا يجب يجب ان نضع مصلحة النادي الاهلي فوق الجميع ليبقى دائما وابدا النادي الاهلي منتصرا يبقى النادي الاهلي فوق الجميع سلام